ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للموانئ وأكد أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية لإفريقيا عشرين خمسة وعشرين وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من مباني ومخازن شركة النصر جسور التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية بما يمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القرى كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير وفي هذا الصدد وافق المجلس على توحيد الإجراءات الجمركية وعلى آلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يتعلق بتجارة الترانزيت ووافق المجلس على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة اندمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصينية موسيقى